السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم محمد تحسين من قناة السرشاجي ازايكم عملني خلاص الشتاء خلاص على الابواب والصيف قرب يمشي وهنطلع الساعات اللي عندنا هل ده معناه ان انا خلاص هلغي جي شوك من حياتي ابدا الله جي شوك عندي حوالي منها يجي اربع وخمس ساعات حتى انا لسه جايب الساعة دي من يعني من فترة كده من حوالي اسبوع وعشر ايام اللي هي اه جي دي اه مية وعشرين جي شوك جي دي مية وعشرين اه ريت كاموفلاج اللي هي الكاموفلاج اللي هي التمويه بتاع الساقة او الجيش ده اللي هو اللي هو تمويه الجيش اسمها جي دي مية وعشرين كاموفلاج اه هي دي دي لسه جايبها من حوالي اه عشر ايام بزبط او عشر ايام وان شاء الله ابقى اعمل عندي ازاي تزبط الساعة دي وكده اه انا بصراحة قلت بما انا عمري ما جبت ساعة كامو فلاش قبل كده كامو فلاش اللي هي فيها تمويه الساقة او تمويه الجيش دي ما جبتهاش قبل كده فلما وقت قدامي جبتها بسعر كويس من على إي بي فيعني الحمد لله اشترتها بسعر كويس بس كان ليه احنا يعني ليه انا هركن الساعات الجي شوك شوية لو تلاحظوني اللي متابعني يعني من فترة هيللقيني ان انا بقالي مثلا حوالي 3-4 شهور بنزل ازاي تزبط ساعات الجي شوك ليه انت محتاج ساعة جي شوك كل حاجة عن جي شوك حتى لدرجة الناس زماني يقول لي يا بني انت ما عندك شغري جي شوك ابدا انا عندي ساعات كتير بس الجي شوك دي بتطلع اكتر في الصيف ليه زي ما احنا قلنا في ليه انت محتاج ساعة جي شوك الساعة جي شوك كوي جدا ساعة ما بتتقصرش بالعرق ما بتتقصرش بالمية بتقصرش بالتينة بتقصرش بالتراب بتاع الصيف ساعة كبيرة بتلبسها على تشيرة مص كوم بتبقى حلوة كيها في الايد بتلقى مظبوطة اه ساعة بتناسب يعني ايه الجو بتاع السيف اما ببقى الشتاء انا بقى دلقى قصدي في الصيف انا عندي ساعات مثلا وليكن بستراب جلد باستي الجلد فانا ما بعرفش ان انا يعني قلبسها في الصيف ليه لان العرق جمد قوي والمشكلة بتلزع الايد والمشكلة كمان ان ممكن الجلد يتقطع والساعة دي بتبقى غالية وغالية غالية يعني مثلا اقل ساعة مثلا في حدوده ستمائة سبعمائة دولار طب طب ليه طيب فانا عشان كده بحا ان انا الغيهم شوية او اجلهم الا في المناسبات مثلا لو فيه ميتنج او مثلا فيه مثلا اه زفاف ولا حاجة بروح بيهم لكن اغلبية الساعات بنزل بيها الجي شوك في الصيف بس فهو ده بقى اما بقى في الشتاء نطلع بقى الساعات بقى ونعمل بقى ريديوهات الجميلة عندي بقى ساعات سكاي اه نايت هوك مش سكاي هوك نايت هوك اه مايسترو اللوك اه اللي هو اللونجين جراند فيتاس اه هاملتون اه الريجيليتور اللي احنا بقى نطلع بقى الحاجات دي ونعمل بقى عليها ايه اه انفيهات كده كده كتير بس هو ده الفكرة اه يعني في فكرة ان خلاص الشتاء جاي وان شاء الله ان شاء الله نحاول بقى نطلع الساعات اللي عندنا ونكتشفها اه للعلم بس بشي يا جماعة اي كولكتور او اي هاوي ساعات لازم يكون عنده ساعة جي شوك لازم ولابد وحتما ليه بقى الساعة الجي شوك دي ساعة اللي هي ايه لا يكرهها الزمن يعني دي ساعة اللي هي ايه لا دي ساعة ترزيع في الحيطة انا يبقى عندي مسلا ساعة وساعتين منها ليه عندي مسلا مشوار مسلا انا انا نزل مسلا في الصيف ووجبه حر وأنا مسلا شغال مهندس مدني او شغال مسلا في اعمال الحفر والكلام ده فمحتاج ساعة فمش هينفعال بالساعة باستيرجل وانا رايح اعمال زي كده فلبس بتوسد شيしょك بس كده انا اللي بسان ساعة دي على فكرة لا instructors بقى صلاح انا اجابها بنزل بيها الجيم اه بنزل ارو بيها الجيم وتضرب بيها شكلها شيك او يا جماعة. اه. ولو عايزين صاحة من لها اتمانا بس تكتبوا لي في الكومنتات تحت. اعمل ريفيو اسمها الموديل بتاع اسمه جي شوك جي دي اه مية وعشرين اه بس كده. اه بس فحبيت بقى لنا اقيم. اطلع بقى ان شاء الله من من ايام الجاي ان شاء الله احنا دلوقتي في شهر تسعة. يعني في خلال ايام الجاي ان شاء الله هحاول بقى اطلع لكم نعمل بقى ريفيوهات على كل الساعة بالزبط والديمينشن بتاعها واللي هي الساعة بتشتغل قد ايه. وان شاء الله عمله لكم. شكرا جدا لكم. وكان معكم محمد تحسين. ما تنساش يا جماعة صحب. ما ننسوش تعملوا لايك. اه وسبسكرايب للقناة. تنزلوا تحت وتشتركوا في القناة لان للأسف اه اغلبية المشاهدين اللي بيتفرجوا على الفيديوهات ما بيعملوش اشتراك. فأتمنى تنزل تحت تشترك في القناة. اه ده الدعم يعني وان شاء الله ان شاء الله عشان نتكبر القناة وتبقى قناة مختصة بالسعاد والصحة وكل حاجة ومعلومات عامة ان شاء الله يعني حاجة هتبقى مفيدة ان شاء الله صدقوني والله ان شاء الله القناة دي معمولا لهدف الافادة وان شاء الله الوجه الله بازن الله. شكرا جدا لكم. وكان معكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. والسلام عليك رأيك 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 رأيك.